للقارئ الإمام أبو الفردوس باشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين أبينا محمد وعلى آله وصاته وسلم تسليما كثيرا يا يوم الجيني أما بعد أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبينا محمد صلى الله عليه وسلم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر